السلام عليكم معكم الشيف المصطفى من مطبخ الأكلات العراقية سأقدم لكم طريقة عمل بسكت بالمربة هنا عندي 200 غرام زبد بدرجة حرارة الغرفة خليتها هنا من الخلاط وبدأ خلطة وممكن تستعملون الإيد بعمل هذه الوصفة يعني تخلطوه بالإيد وهنا عندي سكر باودر نص كوب زائد 2 ملعقة أكل نص كوب و 2 ملعقة أكل سكر باودر راح أنخلى شوية وأضيفة الزبد وأشغل العجانة هنا الخلاط على الهادئ حتى ليه الطاير هذا وعندي أنا بيضة مسلوقة راح أخذ منها الصفار وعندي بيضة نية يعني ما مستوية راح أخذ منها الصفار يعني صفار بيضة مسلوقة وسفار بيضة ما مسلوقة راح أضيف هذه الخلطة لا تستغربون من هاي الطريقة من تلبيض المسلوك بالعكس راح تنطي طعام طيب وما يأثر يعني مصر بيها ريحة يعني ما مرغوب بيها بالعكس أحسن من البيضة ما مسلوك هاي عندي صفار بيضة هاي صفار بيضة العادي ما مسلوك وهاي صفار البيضة المسلوقة راح أبرشها بالمبراشة هاي النعمة وأخلطها وأضيف لها واحد ملعقة تأكل فانيلا هسا دا أبرش مثل ما دا شوفوني شوية هنا من بين دا أحاولها أخليها تبين هي على العموم راح تنخلط هنا بالخلاط زين يعني ما راح تروح تتجان سوية العجينة خلطتها هنا هاي وضفت واحد ملعقة تأكل فانيلا أما سائل أو باودر عادي هاي شوفوا شنون صارت راح أحركها حتى من جديد أخلطها زين وبعديا راح أضيف لها الطحين الطحين أنخلى وأضيف لها نشة وأضيف لها ملح وأضيفه طحين الطحين هو واحد كوب زائد ثلاثة أربع يعني كوب وثلاثة أربع الكوب طحين راح نخلى هذا الربع يعني ضفت كوب ونص وربع هذا راح نخلى زين به الصورة وأضيف بعدين أو حتى مباشرة ويا الطحين ممكن تضيفون نشة اثنين ملعقة أكل نشة هاي شوفكم شون دا نخلى وأضيف لهنا راح أضيف لها نشة وأضيف ملح رشة ملح خفيفة هذا النشة هاي وحدة وهاي راح أضيف الثانية وأنخل هوية الطحين الدقيق يعني هاي ثانية وهاي رشة ملح راح نخلهم زين وأضيفهم هنا للخليط اللي خلطنا هذا وراح أشغل العجانة إلى أن يتجانس يعني ينعجن يصير عجينة لينا من بعد ما انعجنت العجينة حضرت هذا النايلون اللي نستعمله بالمطبخ وجبت العجينة هاي شوفوها شلون لينا وراح أخليها ألفها بهذا النايلون لفيتها وراح أحتفظ بيها بالثلاجة لمدة ساعتين أقل شي ساعتين وراح ومن بعد مرور الساعتين طلعتها شوفوها شلون صايرة كتلة واحدة يعني ما متتفتت وراح أفتحها أرش عليها شوية الطحين وأرش عشيبك طحين وأفتحها على هوا إيدي يعني ما أضغط عليها يعني هي بسهولة تتفتت فانتبهوا يعني على كيف يفتحوها هي هاي العجينة الرملية يعني صير لينا حيل وتتفتت فانتبهوا هاي عشيبك طاعتها على هوا إيدي مثل ما تشوفون وراح أقطعها بالقطاعات وشغلت الفرن على درجة حرارة 180 ما رح تبقى بالفرن هواية مدة خمس دقائق انتبهوا لها بسرعة طلعوها يعني لا تتأخر مجرد تبدى شوية تصير لونها ذهبي لحافات مالاتها وطلعوها انتبهوا لها يعني دقائق أربع إلى خمس دقائق وطلعوها هسدى أقطعها وراح أخليها بالفرن وانتبه لها ومن تطلعوها لا تحركوها تركوها شوية تبرد يلا تستعملوها يعني شوية تجمد من تبرد لأنه هي من حارة تتفتت بسهولة هذا هاي عنده صينية وراح أخليها بالفرن وابدي ألم هاي البقايا وأعجنها شوية بإيدي هيتش أضغطها مثل ما دا تشوفون وأستعملها من جديد أفتحها هاي رشيت عليها طحين من جديد وراح أفتحها هاي رح أفتحها وأسو منها صينية ثانية واني حضرت مربة مربة فراولة وأي مربة تحبون استعملوه جاهز يعني ما سويت لأي شيء وسكر مطحون رح أضيف له شوية حليب أو أي سائل وأستعملها للتزين هاي الصينية الثانية اللي صارت هخليها بالفرن وأنا طلعت الأولى وتركتها تبرد وراح أحشيها هنا عندي سكر باودر واحد كوب وراح أضيف له واحد ملعقة أكل حليب أو أي سائل مثل ما قلت لكم تضيفو لها تصير شوية الخلطة هاي ثخينة رح أخليها على وجهه هنا عندي مربة رح أحشي بي مربة فراولة وأنتو ش تحبون مربة ومثل ما قلت لكم تستعملون هاي الصينية الأولى نشف وبرد البسكت ودا أحشيه هاي هسا خليت هنا مربة وطبقت عليها الثانية الجهة الثانية وضفت لها هنا السكر اللي خلطته هي الحليب وراح أزينها بأي حلويات موجودة عدكم قطع حلويات الزينون بيها هم منظر حلو هم أيضا تطيها الطعام يعني طيب هذا البسكت راقي ولذيذ جداً ويستعمل بالمناسبات بعياد الميلاد يعني كلش حلو طيب ومنظره حلو هاي وحده ثانية دا أخليها وحاول يكون السكر شوية ثخين هس راح يشوفون هنا ثخنته شوية ضفت له بعض السكر اذا شفتوه يعني صار خفيف ضيفوله بعض السكر حتى يثخن مثل هاي هاي القطعة شوفوه شلون ثخينة وكفت يعني ما نزل هذا شكل النهائي وجربوه إن شاء الله يعجبكم وألف عافية